بسم الله الرحمن الرحيم حلقة اليوم عن أحد رموز الدعوة الإسلامية في الفترة الأخيرة عن شخصية اشتهرت جدا بين عموم الناس بل كان لها قناة تلفزيونية حققت نجاحا وانتشارا كبيرا في فترة من الفترة شخصية اليوم كما أنها اشتهرت بين عموم الناس إلا أنها أثيرت حولها الكثير من الانتقادات وأصبح لها كثير من المتابعين وكثير من المنتقدين سواء من رجال الدعوة الأزهريين أو المثقفين أو حتى عموم الناس العاديين شخصية اليوم هي شخصية الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسن قبل البدء في هذا الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ولد محمد إبراهيم إبراهيم حسان في 8 إبريل سنة 1962 في مركز دي كيرنس بمخافظة الدقالية بمصر وقد تولى تربيته جده لأمه فألحقه بكتاب القرية في الرابعة من عمره وأتم حفظ القرآن الكريم هو في الثامنة من عمره على يد الشيخ مصباح محمد عواط وحفظ بعض المتون في الفقه والعقيدة وقد لاحظ جده قوة حفظه الشديدة فألزمه بحفظ كتاب رياض الصالحين فحفظه في سن الثانية عشر من عمره ثم حفظ الأجرومية ودرس التحفة السنية في سن الثانية عشر من عمره بدأ بالتدريس في الجامع الكبير في قريته ثم خطب الجمعة في قرية ميت مجاهد وهي قرية قريبة من قريته في نفس السن وحاز على إعجاب المصليين بها ومنذ ذلك الوقت لم يطلب خطبة الجمعة إلا نادرا سفر الشيخ محمد حسان إلى الأردن في سن الثامنة عشر وحضر بعض اللقاءات للشيخ الألباني رحمه الله التحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرج فيها ثم التحق بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة ولم تكتمل دراسته بالمعهد بسبب فترة التجنيد ودخوله إلى الجيش سفر مع الشيخ صفوة نور الدين للقاء الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية وهناك تلقى العلم الشرعي عليه حيث سمع منه كثيرا من الشروح مثل شرح فتح الباني والنونية والعقيلة الطحاوية والواسطية وكذلك في الفقه وأصوله وكثير من الشروح وأنا الطحاوية كاملة على يد الشيخ ابن جبريل ودرس عليه كثير من الشروح في الفقه وأصوله والتفسير والعقيلة ثم درس شرح كتاب بلوغ المرام على يد الشيخ عبد القادر شيب الحمد ثم درس على يد الشيخ محمد بن صالح العسيمين حتى كلف بالتدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم في كلية الشريعة وفي كلية أصول الدين وذلك بتزكية من الشيخ محمد بن صالح العسيمين رحمه الله ودرس فيهما مادة الحديث ومادة مناهج المحدثين ومادة تخريج وطرق الحديث وأخيرا حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بلندن في رسالته المقدمة بعنوان منهج النبي في دعوة الآخر وتم مناقشة رسالته للدكتوراه في مقر جامعة الأزهر بالقاهرة وقد أشرف على رسالة الدكتوراه الدكتور صابر طاه عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر وكانت لجنة المناقشة مشكلة من دكتور محمد العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر ودكتور طلعت عفيفي عميد كلية الدعوة السابق ودكتور محسن عبد الواحد عميد كلية الأداء بجامعة القاهرة أما عن نشاطه في الدعوة فقد كان له درس أسبوعي منتظم في مسجد مجمع التوحيد بالمنصورة حتى سنة 2011 ويقوم بالتدريس في معاهد إعداد الدعاء بالمنصورة ويرأس مجلس إدارة مجمع أهل السنة وقد قدم الشيخ محمد حسان العديد من البرامج التلفزيونية والتي لاقت قبولا جماهريا ومنها برنامج إنا عاملون وبرنامج أزمة أخلاق وبرنامج كلمة وبرنامج فتاة والرحمة وبرنامج جبريل يسأل والنبي يجيب وبرنامج تفسير القرآن وبرنامج من بيوت الله وبرنامج أئمة الهدى ومصابيح الدجا وبرنامج أمراض الأمة وبرنامج سلسلة أحداث النهاية وبرنامج القضية وبرنامج النداء كذلك له العديد من المؤلفات ومنها على سبيل المثال كتاب حقيقة التوحيد وكتاب خواطر على طريق الدعوة وكتاب قواعد المجتمع المسلم وكتاب الثبات حتى الممات وكتاب أئمة الهدى ومصابيح الدجا وكتاب مسائل مهمة بين المنهجية والحركية وكتاب جبريل يسأل والرسول يجيب في سلاسة مجلدات وكتاب دروس من صورة النور وكتاب صفات المنافقين وكتاب دروس في التربية وكتاب قبص من السنة وكتاب حقوق يجب أن تعرف في سلاسة مجلدات أيضا وكتاب السيرة بين الحاضر والماضي وكتاب أحداث النهاية ونهاية العالم وكتاب الفتنة بين الصحابة كما ويملك الشيخ محمد حسان قناة الرحمة الفضائية حتى سنة 2011 وأعيد افتتاحها وتغير اسمها إلى قناة الروضة وهو المشرف العام عليها وقد أثيرت الكثير من الشائعات حول تضخم صروة الشيخ محمد حسان ووجود أرصد كبيرة له في البنوك وسيارات فارهة وعقارات والحقيقة أنه لا يضع أموالا في البنوك لاعتقاده بحرمة ذلك وليس له أي رصيد في أي بنك وإنما أمواله يشارك بها بعض الأفاضل في بعض المشاريع لينفق منها على أهله أما السيارات فهناك سيارة واحدة كانت مهداة إليه من أحد المحبين له وكانت قيمة وقد باعها الشيخ في أزمة قناة الرحمة ليدفع منها مرتبات العاملين بالقناة وأما العقارات فإنه يسكن في منزله في 6 أكتوبر وقد تصدر الشيخ المشهد أثناء ثورة يناير بفتاوى تحرم الخروج على الحاكم في بداية الأمر ثم بتأييد الثورة وفتاوى وجوب الدفاع عنها ثم انغمس كذلك أثناء اعتصام رابع العدوية في الحل السلمي للأزمة غير أنه قال أن زوجاته وأولاده شاركون في الاعتصام وهذا الموقف أدى إلى وجود انتقادات واسعة للشيخ وكذلك شهادته أمام المحكمة في الفترة الأخيرة وهي شهادة يعتبرها الكثيرين وإن كان في ظاهرها موقف واضح له إلا أن الكثيرين يعتبرونها شهادة مائعة تحمل قدرا كبيرا من المراوى والتحايل على هيئة المحكمة وذلك مما أفقد الشيخ الكثير من المحبين له أما عن حياته الشخصية فهو متزوج بأكثر من زوجه ورزق العديد من الأبناء وقد أشيع كذلك العديد من الشائعات حول زواجه من فتيات تصوره بسنوات كثيرة وقد نفى المقربون منه ذلك ويبلغ الشيخ محمد حسان الآن حوالي واحد وستون عاما بارك الله في عمره وفي صحته ومتعه الله بالصحة والعافية ووفقنا الله وإياه إلى ما فيه الخير والسداد برجاء التكرم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة